أنا أقول للشباب ما دمت مستقيما ما دمت موحدا ما دمت ملتزما ما دمت صادقا ما دمت أمينا ما دمت مخلصا ما دمت تطلع العلم لا تخاف مهما ساءت الأخبار ومهما قيل المستقبل مظلم لا مشرق ومهما قيل هناك مؤامرة على المسلمين على مستوى الأرض كلام بكلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخوة يوسف أقوياء أشداء أرادوا أن يموت وضعوه في البئر ما الذي حصل أنه أصبح عزيز مصر ودخلوا عليه وهم صاغرون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا سيدنا موسى سيدنا إبراهيم يا أخوان إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك والله عندي قصص واقعية في هذا العصر لا تعد ولا تحصى عن شاب اتقى الله فيأل عمل وزوجة صالحة وبيت وأهل وأولاد أطهار لك عنده حق دقيق الإله العظيم خالق السماوات والأرض أنشأ لك حقا عليه قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال ألا يعذبه لا تقلق العالم الغربي بنهب سرواتنا وبيأسنا أنه في مجاعة عالمية في نقص مواد غذائية سوف يكون هناك اضطرابات الآن بالأخبار من أجل غلاء الأسعار الله موجود أنا أدعوكم للكسب والأخب بالأسباب لكن لا تسمح لإنسان بعيد عن الله أن يقعك في اليأس لك عنده حق والله مرة دخل بيتي إنسان وقال كلمة والله أعرفها وأرددها مئات المرات لكنني بكيت منها قدمت له قطعة قاتته أخذ لقمة أولى منها وضعها في فمه وقال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا ما بينساك وأنت أيتها الفتاة المؤمنة المحجبة الطاهرة لا ينساك الله إياك أن تتوهمي أن التفلت أحد أسباب زواجه أبدا تزوجي مع التفلت بس بيجي زوج يريكي النجوم ظهرا أما الحجاب والاستقامة والعمل الصالح وأن تتعرف إلى الله الله عز وجل يقول وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جنة في الدنيا وجنة في الآخرة رغم أنف التهديدات بالحصار وبالحرب وبالضغط هذه كلها تهديدات وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أقول هذا الكلام أن هناك حالة إحباط عند المسلمين العالم كله يهاجمهم العالم كله يهددهم يعني زئب التقى مع حمل بحمام حمام في بلاط ماء قال له عم تغبر عليه قال له تعاكلني وخلصني تهديدات وادعاءات علاقتنا بالله والذي خلقنا لا يسلمنا إلى أحد لأنه إلهنا وربنا دقق في هذه الآية بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ عليك أن تطيعه وانتظر الخير وبعدها شكره على هذا الخير علق أملك بالله اتق الله اعقد الأمل على الله توكل على الله عليك أن تستقيم على أمره وانتهت مهمتك وعلى الله الباقي دبر ألا تدبر يا رب طالبتني بالطاعة أنا أطيعك طالبتني بضبط اللسان أضبط لساني طالبتني بالصدق أنا أصدق إن شاء الله طالبتني أن أكون أمينا أنا أمين إن شاء الله هذا الذي عليه والباقي عليك فهذا الإيمان يعطي راحة للنفس أما القلق وسماع التهديدات تارة حصار وتارة هجوم وتارة عزل وتارة نقص مواد وتارة ارتفاع أسعار فوق طاقتنا في الأخبار هذه يجب أنه واحد يعني بشكل أو بآخر أنت مع مين هل تعلم أنت مع من مع خالق السماوات والأرض يعني أيام يكون واحد يعني سائق وزير يمشي بالعرض أنا بحكي للوزير سائق وزير يمشي بالعرض ورساله طويل بيصير وبيهدد وبيتوعد أيام يكون موظف بالخارجية يقول لك عيننا فلان سفير أنت مين لك أنت مستخدم بالوزارة بعد حال وجزء مننا عيننا فلان سفير يقول لك مين أنت يعني الإنسان ينتمي أو يعتز بمن ينتمي إليه أنت كمؤمن أنت مع من أنت كمؤمن أنت مع من مع خالق السماوات والأرض